نعم طيب السيادة اللي هو حدك شايف ان فيه تطور نوعي في اداء المقاومة يعني احنا شفنا امبارح تسلل خلف خطوط قوات الاحتلال عند معبر ايرز واشتباكات عنيفة بين الجانبين ده ده ممكن يؤشر ايه فيه مبدأ مبادئ الحرب اسمه المبادئة يعني ايه مبادئة بدل ما العدو يمشيني على هواه انا اللي افرض عليه رد الفعل يعني اخلي تصرفه دايما رد فعل ليه لا يبتدي هو عمل وانا اشتغل رد الفعل فانا المدافع المفروض المهاجم بيهاجم وانا عمل ايه انا اللي بصد زي الجون كده الجون كيبر اللي وقف في المرمة انما الخروج بقى هنا بتاع الفلسطينيين انه بيهاجم القوات المهاجمة دي ويلتفي لها من خلفها ويعمل ابرار بحري خلف هذي القوات وتسلل الفدائيين بتوها ويهاجم القوات اللي بتهاجموا دي من الخلف فادا هم هعيز اقول حاجة كمان اكتر جيش في العالم بيدمر نفسه باسلحة صديقة هو القوات الاسرائيلية ليه يعني مجاو بس لا فيه ضرب نار هنا دول يعني جنبه قوات تانية هو بيدرب في كل اتجاهات بمنتهى فيضربوا بعض يعني طيارة بتاعته ممكن معدية الطيارة بتاعنا ضرب مبارح وفي طيارة بتاعته جات من ناس في الاتجاهة تاني يوم يروحوا ضرب عليهم ويتخيل نقطة هارة مصريجي ده كان بيحصل كده اه من الحرب مرتوبر اه ودلوقتي الحدي دلوقتي يعني المفارز مفرزة يعني ايه يعني جزء قوة متقدمة من القوى الرئيسية فادا اللي هي بتطلع تهاجموا ترجع كل ما تطلع مفرزة القوى الرئيسية تضربها وهم يضربوا يعني دي مشكلتهم رغم انه ده حالة نفسية هم هم اه بيتضربوا كويس بيعملوا كل حاجة بيعملوها الا ان العقيدة والجرأة والسبات ده بيجي من عند ربنا بقى الشجاعة وانك انت تبقى صاحب حق وصاحب مبدأ ده مفيش كلام ده كل اللي في ايده كمية نيران بيتخلص منها بايش شكل واللي بيطلبه بيجوله نيران فهو كل يعني لو ماشي يعني انا كرجل بتاع استطلاع ما يكون ماشي فوق الدم مني هيئة تبة يعني او جبل او حاجة فبطلع عشان استطلعها في صمت وفي سبات من غير محد يحس بيه اطلع اكتشفها انا افتشها تمام هو يفتش بالنيران لا يجرؤ ان هو يطلع لا بالنيران كده يغسل الهيئة دي قدامه بكمية نيران بحيث ان لو فيه عدو قدامه يرد عليه يوم يكتشفه ادي مبدأه فبنقول ايه هو دلوقت حرب مدن مش بتاعته هو كل ما يستطيعه قال التدمير بقدرات تدميرية عالية جدا عمال يهدم في البيوت على اللي فيها ما فيش بقى يعني شوف انت دموت لحد دلوقتي 8000 شهيد نصهم اطفال رض اطفال صغيرا والباقي نساء ومسنين طب فين الشجاعة فين العقيدة القتال انت بتضرب مين بتضرب هما ده هو قتال المدن المفروض ان انت بقى في عمليات نوعية زي ما بنقول زي العملات الجراحية اخش اقتحم اجيب اللي انا عايزه زي ما كنا بنعمل في مكافعة الارهاب كده وانا كان عندي الارهاب في مدن الارهاب عمال نازل فيها ضرب وانا مش قادر اخش البيت لان فيها ابرياء ودول انا اللي مسؤول عنهم فتلاجد القوات بتاعتنا كان بتعمل عمليات نوعية نظيفة جدا عمليات جراحية تدخل تجيب الارهاب وهو بيدرب نار دون ان تفقد طفل او امرأة او رجل مش من الارهاب هي ده 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 عن تدريب الصح مستوى التدريب الجيد ان انا اقدر اعمل ده الاعلى حاجة بقى اعمل عملية نوعية عملية جراحية اخش اقتحم اجيب الهدف اللي انا عايزه وارجع تاني دون تدمير ده لا بياخد العاطل في الباطل كله ويقولك اهو بمضمن ده النهار ده عدت 30 الف جريح كل دول عمال وتحت الانقاض يمكن نصهم كمان محدش عارف قد ايه هي ده الحرب كل ما تقوم باسرائيل هو محرم دوليا والمصيبة ان هناك غطاء سياسي من الولايات المتحدة ومن انجلترا ومن دول اوروبية يقولك من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها ضد مين حتدافع ضد مين ما الدافع ضد اللي بيطلق حاليك النيران انما الطفل اللي لسه الرضيع اللي مولود ده ولا الام ولا الرجل المسن المقعدة اللي قاعدة في البيوت دي هم دول اللي انت بتطلق عليهم من وراء واشد انواع القنابل تدميرا قادي الشجاعة الاسرائيلية وقادي التصرف بتاعه ولذلك حتى لو طالت العملية هيستمر لن يجر شوفي لو قاعد الشهر هيستمر في ايه بقى سيدة اللون هيستمر في ايه في عملية التدمير دي في التدمير وليس في الاجتياح لان العقيدة يعني احنا الغايد دلوقتي شايفين ان قوات الاسرائيلية على مدار الوقت كله فشلت في ايه اكتياح بري هي حاولت تعمله هل بقى هم بيحاولوا في هذه الفترة ده علشان الغضب اللي في الداخل اللي موجود بسبب اهل المحتجزين ولا بسبب تبرير هذا الكم الكبير من المساعدات الغربية اللي بتوصل لهم هم عارفين انهم لا يستطيعوا الاكتياح البري وبالرغم من ذلك بيهددوا وابتدوا يستطلعوا هل يقدروا ولا لا ليه بيعملوا ايه بقى دلوقتي ادي قطاع غزة 360 كيلو تمام يروح جايب في الحتة الفاضية وهو هد من البيوت كده وبجرفات ودبابات وعمل قطاع نيران حميها ان محدش اقرب منه وروح داخل ده فتح طريق بالجرفات ومن الجنوب لحد الشمال لحد البحر مثلا بايد عن تأثير النيران واسمه دخل مثلا كتيب الدبابات دخل في الاتجاه ده دخل في الاتجاه ده يعني فيه اتجاهات فاضية فراغات ما فيهاش قوات ما فيهاش دفاعات انما اول ما بيلمس مع المقاومة على طول بتدمره فبيرجع يعني ده اللي احنا ايه انما اتزاب نقول ان هو يعني ايه يعني حفاظا على ماء وجهه انه بيعمل الاختراقات دي واختراقات فيه اماكن ما فيهاش دفاعات انا عندي ده دفاع ده دفاع ده دفاع يجي في النص ورأ هوب طريقه جرفت يجي ده انت عملت مسحتها بالنيران